بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزر الناس وبشر الذين آمناً وبشر الذين آمناً أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه نرجعكم جميعاً وعد الله حباً إنه يبدأ الخلق سم يعلم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالغسطة والذين كفهوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي بعد الشرس ضياءاً والقمر نوراً وقدرهم منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقدرهم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقدرهم يتقون إن الذين لا يرضون لقاءنا ورغوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأمهار في جنات دي النعيم دعواهم فيها سبحانك الله أم وتحييكم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعد الله للناس الشر واستئجابهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرضون لقاءنا في طبيانهم يعمل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا الحمون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا جتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرضون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بد قل ما يكوني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أبعيكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعفلون فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يسلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أوزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظرون إني معكم من المتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد براء أمسكهم إذا لهم مكو في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكبون ما تمكون هو الذي سيوتم في البلع والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلهم ما أنجاهم إذا هم يبعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مربعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما نزل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتا أمرنا ليلا أو نارا أتا أمرنا ليلا أو نارا فاجعلنا حصيدا كأن لم تغمد الأمس كذلك مخصر الآيات لقضل يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويمدي من يشاء إلى شراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرعقوا بوههم وترون ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسفوا السيئات جزاء سيئة ببكرها وترهبهم ذلة مالا من الله من عاصر كأنما أغشيت هدوههم بقعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشون دميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فسيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبرون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين هناك تبروا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاكم الحق وضلعا ما كانوا يفتهمون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأمنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل إن شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدهم فأنا تؤفكون قل هل إن شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يغدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثر إلا ظن إن الظن لا يهدي من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعون أن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي من تأويله كذلك كذب الذين من قبله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملون أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهذي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم ينبتوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين أذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أدل إذا جاء أدل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيهم إن أتاكم علىهم بيادا أو نهارا ثم ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آلا توبه الآن وقد توبه تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا عذاب الخرد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقهم قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتبت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يؤلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يؤمن ويميت وإليه تردعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليسره وخير مما يدمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أدن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يسترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتوق منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ أفيغون فيه وما يعفو عن ربك من مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له ذو البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديد لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قبلهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظلمن وإنهم إلا يخرجون هو الذي ذعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا افتقد الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندك من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفتعون على الله الكذب لا يفلقون متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكثرون واتلوا عليه المبأة نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم وشركاء ثم لا يكون أمركم عليكم متى ثم فقضوا إلي ولا تنزروا فإن توليتم فما سألتكم من أجري إن أجري إلا على الله وأمره أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معهم في الفلك وجعلناه صلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنزرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على خلود المعتدلين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه آياتنا فاستكبروا وكانوا قولهم مجرمين فلما جاءهم الحق من عيدنا قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا موسى أتقولون للحق لم ماذا أتبأ سحر هذا ولا يفجح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجلنا عليه آباء ما وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بالمؤمنين وقالت العون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قالوا لهم ساءت ثم آت مرمون فلما ألقوا قالوا موسى ما جئوا به السحر إن الله سيبقله إن الله لا يسلق عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كرأ المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإن أول من المسرفين وقال موسى يا قول إن كنتم آمنت بالله فعلي توكلوا فعلي توكلوا إن كنتم المسلمين فقالوا على الله تولك لنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونكنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا وأوحينا إلى موسى وأعلي أن تبوأ بقوم كنا بمصر بيوتا وجعلوا بيوتا قبلة وجعلوا بيوتا قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن ك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضروا عن سدينك ربنا طمص على أموالهم واشدد على قروبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأمين قال قد أليبت دعوتكما فاستقيما ولا فاتبعان لسبيل الذين لا يعملوا وجاوزنا ببني إسراء وقال إلى المحر فأتبعهم فرعون وجنوبه بغيا وعبوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسراء وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نمديك ببذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن موت في شكر مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاشسين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم ينس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الفزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ونجعل الربس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعلمون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس كنتم في شك من ديني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمره أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعون من دون الله ما لا ينفعك ولا يطورك فإن فعلت فإنك إذا كنتم من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبق حتى يحكم الله وهو خير الحاكم موسيقى موسيقى موسيقى